بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا مجددا عزائي الطلاب نستكمل المحاضرات واليوم رح ندخل موضوع جديد هو الباركينج مواقف السيارات رحية موضوع حيوي ومهم نذكر دائما انه الباركينج تشكل جزء كل شي مهم ورح نشوف جزء بجزء شنو اللي علينا كمهندسي مرور ما يخفى على حضراتكم انه اي رحلة تنتهي انه الانسان يمشي دائما كل رحلة من انطلق بها يعني ما عادة استثناعات بسيطة سنأخذها عادة الانسان يوقع يعني يخلص تنتهي رحلتها يبرك السيارة وينزل يتمشي عادة في بعض الفعاليات الحديثة مثل البنوك مثل محلات التيك اووي صارت انه ممكن ممكن كما في الصورة ان انسان يقدر ياخذ يتبضع بدون ما ينزل من سيارته عن عموم المهم عندنا بهذا القضية انه دائما الرحلات ما عادتنا تنتهي ببارك لازم نوقف السيارة او نبدي دائما من بارك وننطلق برحلة ما عادتنا الرحلات عادة يعني المركبات من نخليها يعني من تنتهي الرحلة وتبدأ الرحلة عادة احنا يعني المركبات يكونن بلد رايفوي او يكونن بقراج سنشوف ما يدعى بالاون سي تريت والاون سي تريت رح ناخذها بالتفصيل فرح نبدي من دني العبرة وين انه الباركين كل شيء يأثر على الفعاليات الاخرى بحيث يحدد فعاليتها بشكل كل شعالي يحدد كفاءتها على سبيل المثال بالمطارات على سبيل المثال بالمولات كل شيء واضح عندنا يعني سيمكن المولات اكثر كل ما تكون عملية الوقوف اسهل كل ما المسافة سناخذها بشكل اقرب كل ما يكون فعالية هذا المول او هذا اللانديوز هذا تكون فعاليته اكثر فبالتالي الاداء كل شيء مرتبط ارتباط بثيق لهذه المراكز لهذه الفعاليات بتوفر مواقف للسيارات وفعالية مو بس توفرها فعاليتها وكفاءة تصميمها بشكل ما تأثر على جودة الخدمة المقدمة القراجات حقيقة الباركينج بشكل عام عدنا في السؤالين كل شيء مهمات الاولى جقد كل فعالية كل لانديوز جقد يحتاج بارك جقد سبيسات كود اقفاء هيا لهذا يعني خنبول مول او مسجد او مستشفى كل نوع فعالية كل لانديوز الافة عدد معين والسؤال الثاني كل شيء مهم وين اخلي المكان الذي اضع به هذا البارك لان رح نشوف انه مؤثر بشكل كل شعال على فعاليته خلن نبدي بالسؤال الاول انه كل فعالية جقد تحتاج عدد سبيسات جقد تحتاج عدد بيات بالحقيقة بالوهل الاولى لازم نتفق انه شنية الوحدات اللي انقيس بها بحقيقة دراسات سابقة بالبلدان يعني شوية مطورة حددت لنا معايير هذا المعايير اللي انقيس به على سبيل المثال الساعة ممكن انجده الـ 12 واحدة امامنا على سبيل المثال الوحدات السكنية يعني الموحدة السكن انقيسها بالدول يونت اللي هي جم وحدة سكنية الشقاق انقيسها بالوعدات السكنية الشوبينج سنتر انقيسها بشقد بها آلاف من المساحات المؤجرة ما ينحسب الممرات واشياء اللي مثلا خدمة غير الاجار يعني مشقد المساحات المؤجرة أو ممكن تأجيرها أفوا مكان آخر مثلا معيار آخر الاندستري على عدد العاملين المستشفيات على عدد العاملين وهكذا عندنا مؤشرات المساجد البنوك المكتبات وهكذا كل نوع فعالية عندنا لها معيار نشوف قيمته وبالتالي كل واحد سرح نشوف بالجدول البعض كل هلقة هذا من القيمة يحتاج عدد معين من البيات بالمقابل هذه الوحدات مثابتة هذه المعيار مثابتة ممكن أكو بدائل إليها على سبيل المثال مثلا الهوسبتل نحن قلنا هو بالوحدات بشكل عدد العاملين بالمستشفى أو ممكن نقصها عدد الأسرة أوكي مثلا على سبيل المثال المطاعم ريسرانت ممكن نقيسها بعدد المقاعد تشكيل عندي سيت تشكيل عدد الكراسي الموجودة في المطاعم أو ممكن نقيسها بالآلاف الكروس وهكذا يعني أمثلة كثيرة أوفيس هما بعدد العاملين أو بآلاف الكروس فلور آريا وهكذا إذن المعيار الأول هو التعرف على الوحدة نقيس بها حتى بعدين نشوف هذا الاستخدام للأرض شنو نوعة ومن نوعة رح أسأل على واحدة من أي واحدة من عدين من ذن المعايير وأبدي أدور على الجزء الثاني أنه أنا عندي مثل ما دع نشوف هنا كل نوع من الاستخدامات كل نديوز قلنا واحدة مثلا دول وحدة سكنية مثلا قلنا مثلا رزدنشل السكن باللو والميد رايز شغخ المتوسط أو يعني الناصية أو المتوسط للارتفاع نقيسها بالدول فعدنا خيار أنه كل دول يحتاج 1.2 أو عدنا خيار لأكو معادلات تم التحري عنها وسرح نصرف عليها جزب بعد شوية بأكثر الأكس هنا يمثل الدول يونت أو مثال لأخذ واحد لأخذ مثلا بالإندستري عندي في الوار ورهاوس وعين الوحدة مالت الكروس فلور آريا مثلا أقدر أخذ لكل ألف سكوير فوت أخذ 0.41 سبيس أحتاج أو أقدر كل ألف فوت هو اللي هي تمثل لأكس هنا أخذ أخذ قيمة الأكس أو أستخدم هذه المعادلة أستخدم هذه أو هذي وهكذا نشوف الباقي للإستخدامات مثلا مطعم على سبيل المثال هذا مثال ضروري هذه القضية على عموم نرجع مرتلوخ هذا المطعم اللي ترتاد العوائل هذا الوحدة مالت كل ألف فوت كروس فلور آريا رح نشوف كل ألف يحتاج 10.1 سبيس للوقوف بالحقيقة ما للمعادلة بس هذه الوحدة وهكذا مثلا ريليجوس بدأ الشياء الدينية أو أما كل ألف سبيس فوت تحتاج 7.8 مثل تشيرت وهكذا مثل الكنائس مساجد وهكذا إذن كل يمكن هنا صارت واضحة كل نوع استخدام الوحدة كنت نعرف هل اللي رح نقيس بها وكل وحدة هذا جدول استرشادي يبين أن أشغل تحتاج هذه الوحدة المميز بهذه القضية اللي كنت نأخذها بنظر الاعتبار أن هذه الأرقام يعني واجب راعيها للبلد هذه أرقام للتراسات بأمريكا عادة الدولة مثل وزارة التخطيط عندنا تنشر معايير لكن هذه تتأثر بالظروف المحيطة القدرة الشرائية الأنظمة ما لدخول السيارات أو من عدمها وهذا تتأثر بين فترة وفترة فبالتالي من اللطيف أنه يتم مراجعتها ودراستها وأكون دراسات حقيقة كثيرة عليها سأخذ فد مثال نفترض أنه أحسب لدي فد office building small office building هذا المساحة مالتا 2025 ألف سكوير فود يسألني بوقت الزحام طبعا الأرقام لدينا رفضنا هم مثلا وقت البيك يعني هذا رقم أعلى ما تحتاجه بوقت الزحام قد أحتاج عدد بيات خلاص أروح للجدول السابق أشوف أنه بما أنه عندي office فعندي خيار إنشان عندي معادلة وعندي يقول لي كل ألف فود تحتاج 2.84 من أخذ كل أشوف عدد الآلاف إنه 25 ألف أوكي أضرب 2.84 سيطلع لي 71 تحتاج أو space إذا استخدمنا المعادلة لأنه كان مطيني خيارين أحوض هاي 25 بدا لها X باعتبار هاي مثل آلاف ل gross floor area 2.51 في 25 زائد 27 يطلع لي 90 space شوفوا لاحظ أنه كفرق بين 2 لكل واحدة قادمة من دراسة وبالتالي أنا مخيل كمصمم شكد أسوي 71 لو 90 تعتمد على كثير من الظروف شكد الأرض المتوفرة شكد الأقمام عندي دقيقة ممكن أريد عندي تطور مستقبلي احتمالي كد أم أزود وهكذا تدخل بيها عدة معايير لكن أنا متى ما صممت بين ذن الرقمين أكون مستوفي لأصول المهنة واستخدمة العلم في تطبيق عدد البيات أو الاسبيسات اللي أحتاجها مرتلوخ هذه دعوة يعني أنه لازم دائما هذا الأقمام تحدث بشكل يخص كل منطقة منطقتها بدون ما نسبب أنه تكون الأقمام مو دقيقة يعني تحديث الدائم لهذه المعادلات كل شي مهم لهذه المعايير على العموم هذا بالنسبة ما يخص السؤال الأول إجه عدد الاسبيسات إذن واضح لدينا الآن أنه نقدر ناخد أي فعالية ونحسب لها مطعم أوفيس أوسبيتال عيادات طبية أي نوع من الاستخدامات مقابلة يكون عدد معين تحتاجها ونجمع ونشوف عدد المطلوب هذا السؤال الأول جواب السؤال الثاني اللي واجب نجواب عليه وين نخلي البركين حقيقة تدخل هواي عوامل باختيار مكان البارك وكل مهمة من أهم العوامل هذه خمس عوامل رئيسية العام الأول نسمي How far will the parker walk ماذا قد رح يمشي الشخص اللي يبرك سيارته ماذا قد رح يمشي حقيقة عجري الدراسات كثيرة على هذا الموضوع وهذه منها هذا الجدول 12 5 جزء من هذا إذا خلينا ساعدنا كمسافة إذا خلينا المسافة بالفوت صفر عن الاكتيفتي بتبعد صفر عن الاكتيفتي رح نتوقع 100% من الناس تستخدم هذا البارك بس إذا بععدنا على بعد 250 فوت أوكي طبعا هذي بالأميال وهذي بالفوت ما كفرق بس للوحدات السحنة إذا بععدنا على بعد 250 رح نتوقع أنه كمعدل 70% من الناس تستخدمه هذا البارك يعني بعد عن الاكتيفتي الرينجمال 68% إلى 80% بس 70% فقط يستخدم 30% رح حاولون يجودون أما باركات أخرى أو الطرق أخرى أو يعني ما يستخدمون البارك بسيغ أو أخرى إذا بععدنا بعد أكثر على بعد 500 نشوف الرقم رح يصير نص الناس أو نص الوكر ذول الباركر ما رح يستخدموه إذا بعدنا على سبيل مثال 3000 نشوف بس 4% يستخدموه وهكذا واضح أنه كل ما تبعد المسافة كل ما النسبة اللي يستخدمون هذه الفعالية الباركر اللي رح هاي الفعالية يبدأ تقل وهذا واضح جدا يعني هذا الموضوع كل شو واضح إذن هذا المعام الأول أنا كنت أخلي بالك كل ما بعدت إذن ما كو احتمال أنه أحصل باركر لهذا القضية الثانية العامل الثاني تريب فير باس عن تريب دوريشي حقيقة تأثر كلش شون سبب الرحلة يعني أنا إذا رايح الفترح لو القضية يعني حتمية دعو روح أراجع دائرة معينة أنا موزم وهذه ما كو بارك عليها فبالتال حتى شوية بعيد أنا مضطر لأن سبب الرحلة يجورني عليه بس من عندي خيارات عدة مثلا الشراء أبدأ أروح للمول فالمول اللي عنده مسافات أقل بالبارك أنا رح أروح له بشكل يعني هو اللي رح رشح أيضا كذلك الترب دوريشن أفرض أنا مثلا أرس بالمثال الشخص اللي جاي زيارة من مسافة كلش بعيدة مثلا جاي للزيارات المقدسة مثلا مسافة كلش بعيدة يقبل أن يكون مسافة شوية أبعد البارك بينما إذا واحد جاي من مسافة كلش قريبة طالع للتسوق أو طالع مسافة كلش قريبة يبحث على أن يكون المكان كلش قريب فإذا ترب دوريشن اللي تشاند قادمة جاي الزمن وجاي مؤثر عالي عليها العامل الآخر لأفايلبلوتي أو بارك إيريا جاي أكو يعني هذه الفعالية اللي الانديوز جاي أكو بارك أكو كل ما ما كو متوفر أنا أفضر أقبل بالمسافات البعيدة لا بس كل ما أكو احتمالية أنه بارك متوفرة فأنا ألجأ للمسافات الأقرب العامل الرابع هو البرك كوست شقد كلف البارك فأكيد إذا أنا مسافة قريبة بس كلفة كلش عالية وأكو شوية مسافة بعد بكلفة أقل فرح شوف هنا الكلفة تلعب دور باختيار مكان البارك أقبل بي أو ما أقبل بي والقضية الأخيرة حقيقة في بعض الفعاليات بعض الديفلوبمت ما نقدر البارك نخليها بأي مكان صحيح سأسابين مثلا من الطائرات يرغب الشخص أنه يفرق خلص بصف الطائر بس هذه قضية مستحيلة نشوف الباركات تكون عادداً خارج التيرمينال ممكن في بعض التصاميم الحديثة صارت تحت التيرمينال حتى يقللون المسافة لكن على العموم هذه تبع للتصاميم الأكساسيبوليتي شقد مسموح لي وين أخلي المركبة عن الديفلوبمت شقد الأكساسيبوليتي عليها إذن هذه العوامل الخمسة مجتمعة هي التي تأثر على مكان البارك الذي أختاره بالنتيجة مكانك يكون أقرب ما يمكن أرخص ما يمكن متوفر على قدر عالي حتى هذه الأكتيفتي كلفة أقل ما يمكن أكيد بأكساس للديفلوبمت بحيث الدخولية تكون كل السهلة لهذا الديفلوبمت مطلوب من عندنا كواجب قبل ما ننهي هاي المحاضرة اللي هو نختار في الديفلوبمت بروبرتي في أي شيء خلال جامعة كربلا مستشفى أي مستشفى أو حتى الإنسان يتخيل في الشارع معين بمجموعة جامع أو أوفس وكذا يفترضه ويبدأ يحسب عليه عدد القيات أو عدد السبيسات اللي يحتاجه وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر